فاجئني وده موضوع حالة النهاردة موضوع غريب صح ولكن هو مش غريب ولا حاجة احنا هنستخدم النهاردة موقع بينج هنعمل عليها تصميمات ولكن بشكل مختلف كالعادة احنا دايما بتدخل كلمات ونحاولها لتصميمات لكن النهاردة هنستخدم طريقة تانية هي اللي بتعمل وهي اللي بتطلع تصميمات الميزة دي فيها حاجة ان انت تقدر من خلالها تتمرن على كتابة بشكل صح كزيك الامر ممكن تستعمل بها تصميمات احترافي فيلا بينا نروح دلوقتي نشرح مع بعض خاصية سيربرايز مي انا دلوقتي على الصفحة الرئيسية لموقع بينج او اداة كوبايلوت الخاصة بانشاة تصميمات هو في الاول في الاخر هو موقع ميكتشوفت بينج مفروض هنا في المربع ده بنكتب تصميمات اللي بنحاولها او بنكتب الكلام اللي بنحاوله تصميمات ولكن احنا عندنا هنا في اداة تانية اسمها سيربرايز مي عايزك كده تجرب سيربرايز مي دي ومجرد ما تضغط على بالشكل ده هتلاحز ان هو هيبدأ يكتب لك هنا برومبت مختلف وهيكون مثلا حاجة زي كده يعني هنا بس هنقول لك اهيه بس هو دي حاجة خاصة به هامبورجر والشكل بتاعها كيوب وعبارة عن ديشتال ارض لو جيت ضغط علي كده هيبدأ يعمل لك التصميم الفكرة هنا ان انا دلوقتي هقدر استعين بالبرومبت ده لتغيير اي شيء من الاشياء ديت وبحيس ان انا اعمل تصميم تاني يعني اذا كان هو هنا مسلا هعمل لهمبورجر انا ممكن اغير هامبورجر وحط اي شيء تاني هنا عمل التصميم بالشكل ده عمل لك هامبورجر بشكل ديشتال ارض وبشكل احترافي تمام طيب تعني نجرب كده حاجة تاني هنضغط تاني سيربرايز مي طبعا عجبك التصميم تقدر ان انت تحتفظ به بالطرق العادية اللي احنا بنحتفظ به على طول لو حد مش عارف فانت بكل بساطة بتدوسها على التصميم بالشكل ده فهيفتح معاك هنا على طول وبعد كده ممكن تعمله سيف لو حاجز تحتفظ بالبرومبت ويدون لود لو انت عايز تستخدم الصورة طيب ممكن نجرب تاني سيربرايز مي بالشكل ده فهيبدأ ان هو يكتب لك هنا تصميم تاني هنا مثلا قالك زي نومبر تو ميد اوت وفليفز اونا تيل باكراوند فوتورياليستيك يعني رقم تو يكون مكتوب بالليفز باوراق الشجر وهنا تيل باكراوند تقوي فوتورياليستيك يعني صورة تكون قرابة من الحقيق ولو جيت عملت بعد كده هيبدأ يعمل لك التصميم هنا تقدر تكتبس حاجة ان انت لو عايز تعمل رقم من آآ مكتوب باوراق الشجر فانت تقدر ان انت تكتب الرقم بالشكل ده وتضيف بالشكل ده وهيطلع معاك او يعني تقدر تكتب التفاصيل بتاعت البرومبت ويطلع معاك بالشكل ده هيجي حد يقول لي انا عايز اكتب بالعربي ممكن اه هو مش بيعمل بالعربي مش بيعمل سبرايز مي بالعربي ولكن انا مثلا لو انا خدت الكلام ده قبل ما اكتب بالكلام ده هنا النتيجة طلعت بالشكل الرائع ده وروحت هنا خدت الكلام ده وروحت على جوجل وقدرت ان انا اترجم الكلام ده هيقول لك راكم اتنين مصنوع من اوراق الشجر على خلفه زرقاء اللون واقعي فانت سهل جدا ان انت تاخد نفس الكلام ده بالعربي والتعدل عليه وتستخدمه تعال نجرب حاجة يعني سبرايز مي هيجي هنا ب التصميمات تانية يعني روبوت بماسك امبريلا اللي هي شمسية واقف تحت المطر وانك ده مرسوم بالحبر تعالي كده نجرب نشوف هتاخد فكرة من لو انت عايز تعمل حاجة بنفس الشكل ولكن لو حابب تغير بقى فانت هتغير الروبوت هتغير ماسك ايه وهيطلع معك بالشكل اللي انت عايزه هضغط على كده هيبدأ برضو يعمل لي التصميم زيك الامر لو انت عايز تعرف هو بقول ايه هاخد الكلام ده واروح على الترجمة ومن الترجمة هيترجم لي الروبوت يحمل مظلة تحت المطر ويرسم بالحبر ويرسم بالحبر هنا التصميم هو يطلع بالشكل ده عمل الروبوت بالشكل الجميل ده وهكذا هتاجي برضو تجرب تاني ممكن نعمل سبرايز مي تاني هيبدأ برضو انه هو يكتب الحاجة طيب تعالي نعمل على طول كده او لو انا مش هعرف بقى الترجمة هنا فانا قادر اخد الترجمة المرادي لانا مش عارفها كلها اه رائد فضاء لطيف سعيد اه شابن ايه؟ سعيد شابن ايه؟ شابن ايه؟ ده اسمه ده على خلفية وردية في حن الرقم مماشي طيب تعالي نشوف هيعمل لنا ايه؟ نضغط على كرية ونشوف هيعمل لنا ايه؟ فهي طريقة حلوة لو انت عايز ستعمل تصميمة متى نوع ساعات كده بيزهر لك حاجات حلوة في الاداة سبرايز مي ديات انه هو بيكتب لك برومبوت وخصوصا ان الموقع ده اه ليه خاصة معاينة في تكتب بيها اهو ده اطلع بالشكل ده اه ده نوع الكلبي يعني اللي كان مكتوب فبردو نجرب مس هنعمل حاجة تاني افكار ديات هتفيدك في ان انت هتكتب بنتيش ميكروفون روبوت اهو برضو حاجة مختلفة اللي هو كاتب اه هنا هتعالي نترجمها سواء اهو بيقول لك ايه بقى لأ مش ده اللي احنا كنا عايزينه هنجيبها تاني ونرجع هنا تاني في الترجمة هيقول لي روبوت ميكروفون عطيك فن رقم ماشي اه بص با اعمل حاجة حلوة ازاي المايك عاد بيغني بصراحة شكلها حلوة اوة يعني بص كده نفتحها دي بقى في ناس تحب تستخدم حاجات زي كده لو في ناس متخصصة في المجال ده دايين فعل وجوه اصلا لمحل مسلا اه بتاع الميكروفونات وحاجات زي كده بصراحة حلوة اوة 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 يعني تعالي بقى نشوف اه الجديد تاني خلاص هي نفس الفكرة لو ضغطنا فانت بكل بساطة هيطلع لك حاجات حلوة نفس اللحس التصميم طلع ولكن هي دي الفكرة ان كنت عايزك تجربها اتني تستخدم خاصية سربرايز بي ان هو بيعملك تصميمات اتمنى ان هو ما يكررش داتي هاني ويطلع لك حاجات جديدة بس بصراحة هي حاجات حلوة اوي كالتجربة بساطة حاببت تشاركها معكم باستخدام مواقع بينج لو اعجبتك الحلقة ما تنسى تشترك في القناة فعز الجرس عشان تشوفكم الفيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم